اشتركوا في القناة المؤخر وهي للربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضرر رح ينكث فيها لغاية تمام الساعة 10 و9 دقائق صباحا من صباح يوم الثلاثاء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعديها لمنزلة الرشا وهي للعلاج والربح والسلامة والصلاح طبعا القمر بما انه موجود في برج الحوت فهاي الفترة بتأثر علينا جميعا يعني بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع وما مننجح بالتركيز على موضوع معين منتذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرارات حاسمة قسم كبير من الفاشلين في غرامهم وبينزووا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين وقسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة نقع في حبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور وقتنا آل التصوير بالنسبة للزوايا الفلكية عنا زاويتين فلكيات اليوم الأولى هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة خمسة وسبعة وعشرين دقيقة صباحا اتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران سلبية وهاي رح تكون بين القمر وبين نبتون رح تكون في تمام الساعة ثمانية وستة واربعين دقيقة مساء بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين طبعا القمر بما أنه موجود في برج الحوت فخلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعة ثمانية وعشرين سبعة بيبدأ في تمام الساعة وحدة واثنعشر دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة تسعة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا لينتقل بعدها القمر لبرج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب تقريبا بدأ ينحسر للمحدب كامل هو ثمنتاشر يوم في تمام الساعة سبعة وستعشر دقيقة مساء بيصبح تسعتاشر يوم نسبة الإضاءة ثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم اثنين وعشرين ثمانية سعيد بنسبة ثلاثين في المية القمر في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين سبعة اليوم منتحس بنسبة خمسطعاش في المية عطارد في السرطان حتى يوم ثمانية وعشرين سبعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الزهرة في العذراء حتى يوم ستعشر ثمانية اليوم منتحسة ولكن نزلت انتحاستها من خمسين في المية لغاية خمسة وعشرين في المية المريخ في الأسد حتى يوم تسعة وعشرين سبعة منتحس بنسبة خمسطعاش في المية المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين سبعة بعدين بده يرجع للدلو منتحس بنسبة خمسطعاش في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم احداش عشرة منتحس بنسبة أربعين في المية ورانوس في الثورة حتى يوم عشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسطعاش في المية نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم واحد اتناعش منتحس بنسبة خمسطعاش في المية بلوتو في الجذب يتراجع حتى يوم ستة عشرة منتحس بنسبة خمسطعاش في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بما أن القمر موجود في برج الحوت وهو بيت متاعبكم فمعناته التعب اليوم برضو بسيطر عليكم لليوم الثاني على التوالي طبعا التعب هذا رح يستمر ليوم الغد بعدين يعني صباحا بنتقل القمر لعندكم وبتتحسن الأجواء ولكن اليوم اللي بشعر بأعراض غير اعتيادية بده يتوجه لفحص أو لعلاج في منكو رح يراجع طبيب أو يهتم بصحة أحد الأحبة خذوا قسط كافي من الراحة ممكن تحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وحقاول إنك تتجاوز مخاوف ما إلها أي أساس في هاي الفترة برج الثور بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة أو دعوة لحضور حفلة أو لقاء أصدقاء علاقاتكم الصادقة بتكون جيدة وبسودها التقدير والثقة المتبادلة الأجواء جيدة ودعمة لإلكم على مستوى العلاقات الاجتماعية وعلى مستوى أمور إلها علاقة بفرحة أو مناسبة معينة بتتعلق بأحد الأقار برج الجدي يوم مناسب للي بيبحث عن عمل واللي بيرغب في إدخال تعديل على عمله أو على طبيعة عمله برضو هذا يوم مناسب ممكن اليوم تعززوا العلاقة مع أحد المسؤولين أو تنجزوا بعض الأعمال المهمة بالنسبة للكم الأهم إنكوا يتحافظوا على سمعتكم اليوم تحظى بالشعبية وبتكون تقريبا كل أعمالك فيها نوع من أنواع سهولة وميسرة ممكن اليوم تحقق نجاح شخصي ولكن الأهم إنك تحافظ على سمعتك برج السرطان طبعا اليوم بتنشطوا بالاتصالات البعيدة والمراسلات وأمور إلها علاقة بالسفر أهم إنكوا تكونوا أكثر صبر ووعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اليوم بتشعروا بقوة العاطفة وعندكوا أحلام إما بدراسة معينة أو سفر أو ارتباط مهم أو القيام بمشاريع كبيرة الأجواء جيدة وداعمة للكم ولكن زي ما حكينا انتبهوا بس من العصبية والصبر والوعي على الطرقات برج الأسد بتنشغلوا في إعادة تنظيم أموركم المالية من جهة ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى ثم نفقات متصاعدة اليوم بيزيد اهتمامكم بالأشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية ولكن ممكن شوي تهتموا بصحة أحد الأحبة أو أحد المقربين أو يكون في عندكم نوع من أنواع الاهتمام ببعض الديون أو المعاملات المالية برج العذراء طبعا القمر موجود مقابلكم تماما فبتتركز جهودكم حول تعزيز شراكاتكم شراكاتكم العاطفية وشراكاتكم المالية وعلاقاتكم مع الأزواج الأجواء تقريبا اليوم مشجعة شيئا ما ويوم مناسب إلى أمر بتعلق بخطبة بزفاف بتوقيع عقد ولكن بتكون ديروا بالكم علاقاتكم الزوجية والعائلية أو مع الشركاء بيسودها نوع من أنواع التوتر في بعض الأوقات بإذا كنت تقلب الأوضاع لا انسجام وتوافق برج الميزان بيتراكم العمل لديكم وبدكوا تنتبهوا لصحتكم انتبهوا بشكل جيد للصحة وخصوصا من تقلبات مفاجئة ما فيه إشي خطير ولكن يعني ممكن تشعر ببعض بشيء من عدم الارتياح نظموا وجباتكم الغذائية وخذوا قسط كافي من الراحة اليوم بتجدوا سهولة في تطبيق أعمالكم الروتينية أو المنزلية وفيه منكم رح يكون فيه تعامل مباشر ما بينه وبين أحد زملائه في العمل برج العقرب بتجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية وبتشعروا بقوة الحظ والعاطفة والأمور المالية طبعا الأجواء بتشجع بشكل كبير على الأمور الفنية وحتى أمور لها علاقة بالعلاقات يعني التودد أو تعزيز العلاقة ما بينكم وبين أبنائكم بتقوى علاقاتكم العاطفية وهذه الفترة يعني بكون فيها نوع من أنواع الفرحة أو البهجة أو الانشراح لشيء معين برج القوس بينصب اهتمامكم حول إدخال تعديل على مسكنكم أو الاهتمام بأمور البستنة اليوم تجدوا تعاون من أفراد العائلة وبتعرف حياتك العائلية فترة من الراحة والبهجة ولكن بدك تنتبه من بعض المشدات أو الخلافات أو الأعطال المنزلية وحاول قدر الإمكان اليوم ما تخفف العلاقة أو ما تقطع الود ما بينك وبين مناسباتك العائلية وخلي في تواصل ما بينك وبينهم برج الجدي اليوم تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات أهم شيء تكون أكثر صبر أثناء قيادة السيارة داخل المدن علاقاتك اليومية وتنقلاتك بتكون ممتعة اليوم بتستفيد من علاقاتك مع المحيط وفي منك رح يكون له نوع من أنواع التعامل ما بينه بين أخ أو جار اللي عنده امتحان لا هدولة تحديداً اللي عندهم امتحان أو عندهم مقابلة بدهم يستعدوا بشكل جيد وما يعتمدوا كثير على الحضوط برج الدلو ثم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكون تحذروا من النفقات المتصاعدة يعني الأجواء بتعرف سهولة في أعمالك اليومية وفي الحصول على بعض الأموال أو الأرباح ولكن بدك تنتبه من المجازفات المالية أو المصاريف اللي مائلها داعي أو الهروب من الواقع لصرف الفلوس فعشان هيك بدك تتركز بشكل جيد على أمورك المالية برج الحوت طبعاً اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وإنتوا اليوم أكثر نشاط وحيوية من الأيام الماضية الطاقة تقريباً انتشرت على جميع البرج فعشان هيك اليوم بوسعكم السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم ممكن اليوم تقضي فترة من الهدوء والسكينة والطمأنينة على المستوى النفسي وبرضو اليوم ممكن تهتم ببعض الأمور اللي كان صعب أنك تهتم فيها في الأيام الماضية أو تحقق إنجازات كان صعب تحققها في الأيام الماضية هذه الأيام تحمل فرحة معينة إيش هي؟ كل واحد على حسب اختصاصه هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر